احنا منعرف انه صفات الله موجودة في ذات الله فالله لا يتغير يعني من البدء لكن اليوم مثلا بقولك يمكن الرحمة ظهرت لما صار الصليب او العدل لكن هاي الصفات موجودة في ذات الله من الاساس يعني خلينا اقول هو الله لا يتغير طبعا صفاته ازلا ابدا عاملة غير عاطلة لكن الله عنده ما يسمى في الكتاب المقدس تدابير يتعامل مع البشر في فترة زمنية معينة باسلوب معين ثم يغير التعامل ليس لان الله تغير لكن لان هذا العلاق انجاز لي ان اقول ما نفعش يعني الله قدى الضمير الاول قدى الوصية في الجنة وبعدين قدى الضمير خارج الجنة المدى 1600 سنة لغاية لما جيت طفان وبعدين قدى الحكومات ايه اللي نفع من التدابير دي يعني الله بيغير التدابير والانسان دائما صائط او بلغة سفر دانيال اصعح خمسة وزنت بالموازين فوجدت ناقصا يعني جاء ربنا جاء بميزان وبعدين علشان ما يحصلش لحسن يكون الميزان ده مش دقيق نجرب كمان ميزان تاني فربنا اختبرنا باختبارات كثيرة جدا الله كلم الاباء بانواع وطرق كثيرة وكلمنا في الايام الاخيرة في ابنه يعني مش اول ما اخطأ ادم ام ربنا بعت المسيح عشان ما يتحججش الانسان المتكبر ويقول الله انت ما ادتنيش فرصة انت لو ادتني فرصة انا كنت عملت اللي يرضيك لأ ربنا ادى بدل الفرصة فرص لا حصرة لها ما نستطاع ان يخلص باي شيء غير نعمة الله اللي هي حاليا مقدمة لكل المشاهدين لكل البشر كل من يدعو باسم الرب من قلبه يخلص